تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية التهنئة من سعادة السيد جمال بن عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورفع العلوي في البرقية إلى سموه أصدق التهاني والتبركات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين إنجازا إنسانيا دوليا رفيع المستوى يضاف لسجل إنجازات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالحفاظ على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال وأكد العلوي بأن النظرة الاستشرافية الثاقبة والاهتمام اللامحدود من قبل صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء بمكافحة الاتجار بالأشخاص أسهمت بدور كبير في استمرار المملكة بالحفاظ على مكانتها الدولية الرفيعة في هذا المجال واعتبارها انمذجا مثاليا في تبني وتطبيق أفضل الممارسات والأطر القانونية التي تكفل المكافحة الفعالة لهذه الجريمة الدولية المنظمة وأشار العلوي إلى أن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى للعام الخامس على التوالي يأتي إيمانا وتكريما لجهود صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجهات ودعم سموه الكبير للارتقاء ببيئة العمل وإطلاق المشروعات المعززة لإجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص وخلق آليات الاستدامة الفعالة لحماية وحفظ الحقوق الإنسانية وهو ما كان له الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز الدولي والحفاظ عليه لسنوات خمس متتالية معاهدا سموه موصلة العطاء لكل ما فيه رفعة الوطن على جميع الأصعد دعينا الله أن يمتع سموه بمفور الصحة والعافية وطول العمر لموصلة مسيرة الإنجازات في كافة المجالات وفق رؤى وتطلعات سموه حفظه الله